وجه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجهد المكلف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية مؤكدا أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلاة وخلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه الرئيس السيسي بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنت المعرفة لأقصى مدى ممكن في ضوء ما يوفره من إمتانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل إلى جانب زيادة الانتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيدة رئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية كما تناول الاجتماع جهود تطوير بنك المعرفة المصرية لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمي لسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة في كافة المجالات لجميع الفئات والأعمار وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتباه بما في ذلك المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي تطرق الاجتماع أيضا إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعات والأعمال وتم كذلك تناول البهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجماعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف محافظة مصر فضلا عن مواصلة وتعزيز عمليات التوأمة وشراكة بين الجماعات المصرية والجماعات الأفضل على مستوى العالم كما عرض السيد الوزير وزير التعليم العالي بهدى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية ودورها في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية ترجمة نانسي قنقر